وبالتالي نحن هنا ما يتم تسييس الدين من خلال هذا الكلام ومن هو يسييس الدين لو كان ما قاله الرئيس أردوان لقامة الدنيا ولم تقعد الذي يقوله هي المعارضة أنا علوي ماذا تريد من هذا الكلام؟ تريد أن تخلق فتنة يعني؟ تريد أن تقول يا علويون أن نحن مضطهدين وعليكم بالسنة يعني ليكون هناك كما قام به السفاح حاكم سوريا السابق الأسد وابده الآن على يمشي على غرار والده أم ماذا؟ لذلك هذه كلمة خطيرة جدا تأييد أحمد داود أغلو تأييده بهذا في هذا المنحنى هذا أيضا توجه خطير جدا وأيضا أن يقول لك أن يحكم تركيا كافر عادل أفضل من أن يحكمه سني ظالم هذا كلام إدخال الدين في السياسة هذا أمر غريب لم يحدث في تركيا قبل ذلك وأنا أرى ربما أن هذه أيضا تعليمات تأتي من الخارج لعندما تيقنوا من أن الرئيس أردوان الآن الاستطلاعات وأنه فائز لا محالة وأنه قادم بقوة فهناك من يبحث إن شاء الله عز وجل وبإذن الله هناك من يبحث عن مذور الفتنة وينشر هذه الفتنة ولكن هذا لا قيمة له الشعب الآن التركي واعي والكل يعي والإعلام ونشكركم على ذكر هذه الأمور من خلال الإعلام سواء العربي والرخوة المجنسين من الجالة العربية سواء الأتراك في القلبات التركية ولدينا رفاق كثر يتكلم هذا الموضوع نقول للجميع بأن لن يتمكنوا من زرع بذور الفتنة ولن تكون هناك فتنة أبدا بين الطياف الشعب التركي الكل سواسية والكل مسلم تحت رأية الإسلام والكل مواطن ولا فرق في تركيا بين هذا وذاك والكل تحت القانون طبلا